لازم الرياضة الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة لو انقعد كده من دلوقتي الحد سنة قدام نقول الرياضة والاضحية عملت الرياضة فانا كده كني نجحت المهمة بتاعتي يبقى ان الرياضة مع الرياضة الحل نظبت الحال نفسية من خلال ان احنا نلعب برياضة يوميا حتى لو نص ساعة تمشية شوية جاري لو انت قد تقدر ان انت تعمل شوية عاجات fashioned Regs رقص اعمل رقصي في البيت يا شيخ ارقصي في البيت ويعملي كل اللي انت عايزاه مدومتي هننزل شوية سعرات حرية عن طريق الطاقة اللي انخرجها سواء كان في الرقص او الجاري او كده بس ما تعمليش كده وده من الناس لا نحرض على الفسق والفجور يبقى احنا دلوقتي يا جماعة عايزين نتكلم بشكل بسيط الرياضة عشان نحسن الحالة النفسية بتاعتنا ومع الرياضة نشوف لو انت الاكل بتاعك منوع بندل حاجة اسمها الشيتوكال الشيتوكال بيتاخذ قابل الاكل بر lump合 ساعة بشكل بسيط قوي لازم لازم مع الشيتوكال انا بناخد نشرب كميات كبيرة جدا من المياة عشان ده هينزلينا الدهون في البولو والبراز بتاعنا هيبقى بالظبط الدهون ده لو مش بنشرب معها كميات كبيرة من المياة فهداومش ليه فايدة يبقى شربوا كميات مياة كبيرة مع الشيتوكال علشان نسيح الدهون ممكن منكون نسيح الدهون لكن مش تنزل معنا في البروضة ممكن تنشف تاني وترجع مرة تانية الدهون بالضبط ديت يا جماعة عملة بالضبط زي الزبدة الزبدة ديت لو حطتها على نار إلا يحصل هادسية طلعتها من نار وحطتها شوية في البرودة إلا يحصل هتنشف هترجع تاني زي ما كانت فاتت القايا بتاخد دوا بيعمل لنا بيسيح لنا الدهون جوه الجس لكن مفيش كميات مياة كافية تنزل لنا الدهون ديت معنا في البولو والبراز فتلقائيا هيحصل لنا بقى المشكلة الخطيرة هيحصل لنا المشكلة الخطيرة إن إحنا ما بنستفيدش من الدوا قولك الدكتور الداني الدوا بتاعي بتاعه لكن ما عملش نتيجة معاي لا هيعمل نتيجة في حالة وحن نشرب كميات مياة كبيرة علشان الدهون بتاعتنا تنزل معنا في البولو والبراز على الأقل من 3 إلى 4 لتر مياة يوميا لو هتاخد الدوا مش هتاخد الدوا مش هتاخد الدوا خلاص ممكن بقى الرياضة ومع الحاجات التانية اللي احنا قلنا عليها منظام الغذائي لكن إنت عايز تاخد حاجات وتجيب نتائج معاك سريعة ونتائج تكون مرضية بالنسبة لك وصحية مع الرياضة وتحسين الحالة النفسية المنظومة المتكاملة بتاعتنا هتبقى دفعة قوية جدا لنا إن إحنا ننزل بشكل سريع يلا بحنا كده قلنا أول حاجة الشيتوكال بتاخد لو الأكل بتاعنا منوع بنأكل من كل حاجة وعندنا زيادة في الوزن بناخد الشيتوكال وبناخده قبل الأكل بربع ساعة الحاجة التانية برضو ما نيجي نتكلم لو الأكل بتاع فيه دهون كتير يعني مثلا هو طبيعة الأكل اللي هو بيأكل أنا عادت معاه وعرفت إنه هو أكتر أكل دهون طب ده بتتعامل معاه زي بين الديول ومادة فعالة اسمها أورليستات مادة الأورليستات هتمنع من امتصاص الدهون وبالتالي ودي برضو نقدر نقول إنه ناخدها قبل الوجبة بنص ساعة على كوبايتين مية بنأكد على شرب كميات كبيرة جدا من المية ما ناخد الأورليستات يبعنا كده قلنا للشيتوكال في حالة الأكل المنوع قلنا في حالة إنه لو بيأكل دهون أكتر هناخد المادة الفعالة اللي هي الأورليستات وديت موجودة في منتجات كتير جدا في الماركت زي الزينيكال وغيرها صوتة سريعة لو أنت بس أنا ولكن بتاخد أي أدوية سواء كان الشيتوكال أو الزينيكال حاجات ديت الدهون بتاعنا اللي موجودة دواء الجسم ديت برضو حاجة مفيدة فهي ما بتنزل بتاخد معها الفيتامينات فضروري وإحنا بناخد مع الشيتوكال أو الزينيكال بناخد مالتي فيتامين معين علشان نعوض الفيتامينات اللي بيتم فقدها مع الدهون علشان ما يحصل لناش المشكلة اللي بتحصل مع أغلب الناس اللي يقول لك يا دكتور أنا بدوخ عندي ضربات قلبي سريعة ده أنا مش عارف عندي مشكلة عندي رعشة في إيديا ليه ما هو؟ عندنا نقص في الفيتامينات نتيجة نزول الدهون في الجسم فلازم نعوضها في هيئة فيتامينات لو بيأكل دهون أكتر بنيدوله المادة الزينيكال بنيدوله الأورليستات أو اللي موجودة في الزينيكال لو الشخص بيأكل ناش هويات أكتر يعني زي الرزو والمقارونا بيشغال بقى أي حاجة فيها عيش ورزو ومقارونا بيأكل بيدوس بقى في الحاجات ديت بناخد مادة فعالة اسمها الجلوكوزانول الجلوكوزانول المادة دي مفيدة جدا هتمنع لنا من امتصاص الكربوهايدريت بس بنأكد على بنأكد بشكل مستمر بالنسبة للناس اللي هتاخد نوعينو اللي لازم ياخدوا معاهم بالتفايتامين يفضل مع كل الأنواع تاخدوا بالتفايتامين علشان نمنع الأثار الجانبية من نقص الفيتامينات إن احنا ناخد الفيتامينات بشكل منتصم عن طريق مكمل معين بعد ما ترجع للدكتور بتاعك يفضل عرفنا كل التفاصيل الخاصة لو انت بتاكل ديون أكتر هتاخد ايه لو انت بتاكل نشوات أكتر هتاخد ايه لو انت أكلك منوع هتاخد ايه يفضل عرفنا كده الأدواء اللي ناخدها مع كل الناس ديت نقدر ناخد حبوب باسمها البران حبوب البران ديت ممكن ناخد منها حبيتين قبل كل وجبة بس معها زي برضو بنأكد مع شرب كميات كبيرة جدا من الماي حاجتة يا جماعة لو مشيتوا عليها مع نظام غذائي سليم مع شوية رياضة والله لا تلاقوا على الأقل كده في الشعر ما لاقل من 10-15 كيلو ونزول صحي بس عشان فيه رياضة وفيه نظام غذائي وفيه دواء وفيه حالة نفسية كويسة تلقيا هنلاقى فيه نزول بشكل سريع ناخد أي دوء من الأدواء ديت ما ناخد معاملت فيتامين عشان نقلل من الأثار الجانبية لنقص الفيتامينات نتيجة نزول الدهون معنا في البول والبراز شكرا لكم كان معاكم دكتور أحمد عطايا دهشان دمتم بصحة وعافية